السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اصدقائي في قناة عبدالواحد لايش اتمنى ان تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف على طريقة اعادة استخدام فيديوهات تيك توك على اليوتيوب بدون حقوق الطبع والنشر ان شاء الله وسوف تتعرف على طريقة تحميل فيديوهات من التيك توك بدون علامة مائية وايضا سوف تتعرف كيفية تحميل فيديوهات من التيك توك حتى لو قام صاحب الفيديو باغلاق زر التحميل اذا كنت مهتم عزيزي المشاهد بهذا الفيديو لا تنسى وضع لي لايك للفيديو فانها تساعد في ظهور الفيديو على محركات البحش ولا تنسى ايضا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس هذا يحفزني على الاستمار ونشر المزيدة الان سوف ننتقل الى الطريقة كيف يمكننا تحميل فيديوهات من على التيك توك بدون علامة مائية ان شاء الله نقوم بالدخول الى التطبيق اخواني سوف اقوم بتخفيض صوت تيك توك حتى لا يظهر معنا في الخلفية ونقوم بالتوجه الى زر البحش نقوم بكتابة اي نوع من الفيديو نريده للتذكير اخواني حاولوا ان لا تقوموا باستخدام فيديوهات العرب لانهم لن يتساهلوا معكم قد يأتيكم انظار حق طبع النشر لهذا قوموا باستخدام فيديوهات اجانب لن تأتيكم انظارات بسبب هذه الفيديوهات سوف تقومون بالتعديل على الفيديوهات ولكن حاولوا ان تتفادوا العرب على كل حال مثلا انت تريد فيديوهات للحيوانات قم بكتابة عنيماز سوف تظهر لك فيديوهات كثيرة للحيوانات قم باختيار اي فيديو من هذه الفيديوهات التي تظهر امامك بهذا الشكل ثم توجه الى خيار مشاركة الفيديو هنا في الاسفل وقم بالضغط على كوبي لينك اذا كنت تستخدم تطبيق باللغة العربية سوف تظهر لك نسخ الرابط واذا كنت تستعمل تطبيق باللغة الانجليزية سوف تظهر معك بهذا الشكل كوبي لينك قم بنسخ الرابط ثم توجه الى التطبيق الذي سوف اتركه لك ان شاء الله في صندوق الوصف او متبت في اول تعليق ان شاء الله قم بالضغط على الرابط سوف يتم توجيهك مباشرة الى متجر جوجل بلاي قم بالدخول الى التطبيق سوف يظهر معك بهذا الشكل قد تظهر معك بعض الاعلانات اخي العزيز لا تنزعج من هذه الاعلانات لان التطبيق يريد ان يستفيد من طبيعة الحال ان يستفيد من التطبيق لانه تعب من اجل تصميمه وانت سوف تستفيد من تحميل فيديوهات تيك توك بدون علامة مائية اخواني على كل حال سوف يظهر معك الاعلان بهذا الشكل قم بالضغط على علامة اكس هنا في الاعلى سوف يتم ازالة الاعلان سوف تأتي الى بيس لينك اند دولاند قم بالضغط عليها بهذا الشكل ثم قم بازالة هذا الرابط الموجود هنا وقم باللسق الرايد الذي قمت بنسخه من تطبيق التيك توك كل شيء مفهوم اخواني واضغط على فيديو دولاند قد يظهر معكم اعلان مرة اخرى قم بالضغط على علامة اكس هنا في الاعلان سوف يتم ازالة الاعلان ويبدأ تحميل الفيديو على الهاتف الخاص بك بدون اي مشاكل طريقة سهلة وبسيطة اخواني ننتظر حتى يتم تحميل الفيديو ونذهب لإضافة تعديلات عليه في تطبيق المونتاج كما تلاحظون لقد انتهى التطبيق من التحميل نرى الفيديو هل تم تحميله فعلا نقوم بالدخول اليه كما تلاحظون لقد تم تحميل الفيديو بدون علامة مائية وبجودة عالية جدا الآن سوف ننتقل الى تطبيق المونتاج اخواني ليس بالشرط ان تستخدموا نفس التطبيق المونتاج الذي استخدمه يمكنك استخدام اي تطبيق تستعمله في المونتاج فهذه الميزات التي سوف استعملها موجودة في اي تطبيق المونتاج على كل حال نقوم بالدخول الى تطبيق المونتاج قم بتطبيق نفس الخطوات على اي تطبيق اخر يقوم بتعديل الفيديو نقوم بالضغط على new project ثم نتوجه الى stock video انت سوف تجد المكتب الخاصة من ذلك التطبيق الذي ستستعمله فيه خلفية على كل حال او قم بتحميل خلفية على ضوقك من الانترميج مثلا انا سوف اقوم باختيار هذه الخلفية البيضاء ثم اقوم بالضغط على add سوف يتم حفظ الخلفية في التايم لاين خاص بالتطبيق كل شيء واضح اخواني نقوم بالنزول الى هنا في الاسفل ونبحث على format ونقوم بتغيير مقاس الفيديو نحن لا نريد الفيديو بالعرض نريد الفيديو على الطول حتى يكون ملائم لفيديوهات short على اليوتيوب او نقوم باعادة رفع نفس الفيديو على تيك توك بدون اي مشاكل وسوف يتم جل مشاهدات من هذا الفيديو لانه تم اضافة تعديلات عليه اخي العزيز نقوم بالبحث على format هنا في الاسفل وهي هنا ونقوم بتغيير مقاس 9 على 16 نفس الخاصية اخي العزيز على هذا التطبيق موجودة على اي تطبيق اخر اذا اردت استخدام هذا التطبيق فاستخدمه سوف اترك لك الرابط الخاص به في صندوق الوصف او متبت في اول تعليق نقوم بتحديد الصورة بهذا الشكل ونقوم بسحبها حتى تلائم المقاس ثم نقوم بالضغط هنا في الاسفل سوف نجد العلامة المائية الخاصة بالتطبيق نقوم بتحديدها ثم نقوم بازالتها نقوم بالنزول الاسفل هنا ونبحث على overlay ونقوم بالضغط على add overlay ونقوم باضافة الفيديو الذي قمنا بتحميله من على تيك توك بهذا الشكل ثم نقوم بسحبه حتى يصبح صغيرا نوعا ما عذرا اخواني فسوف تظهر لي هذه الاشياء لن تظهر لك عنش فقط انا تظهر لي في هاتفي نقوم بسحبه الى الاعلى بهذا الشكل حتى نترك مكان الكتابة كل شيء واضح اخواني ثم نقوم بسحب هذا الخيار هنا حتى يلائم الفيديو خلف بي البيضاء تلائم طول الفيديو نقوم بسحبه حتى نهاية الفيديو بهذا الشكل اتمنى ان يكون كل شيء واضح ومفهوم اخواني ثم نأتي الى بداية الفيديو نقوم بالضغط على هذا السهم ونبحث هنا في الاسفل على text نقوم بكتابة اي شيء نريده نأتي الى add text ونقوم بكتابة اي كتابة نريدها مثلا انا سوف اقوم بكتابة اسم قناتي سوف اقوم بكتابة عبدالواحد ثم اقوم بتغيير style الخط ثم اقوم باختيار اي نوع من الخطوط من هنا نأتي الى effect هنا في الافكت يوجد العديد من الخيارات يمكنك اختيار اي خيار مثلا انا سوف اقوم باختيار هذا الخيار هذا الخيار جيد كأن الخط مضيئ هنا يوجد العديد من الخيارات خلفيات للنص يمكنك استخدامه او لا يمكنك استخدامه اي شيء تريده قم باستعماله نأتي الى animation وهي خاصة بالحركة الان تعطي حركة للنص في بداية الفيديو اما الاوت تعطي حركة للنص في نهاية الفيديو قم باختيار اي نوع من الحركة تريده انا لا اريد الحركة في البداية او النهاية اريد حركة دائمة من البداية حتى النهاية نقوم بالضغط على love ونقوم باختيار اي نوع من الحركة الذي نريده فهذه الميزة تشتغل بالانترنت اخواني على كل حال نبحث على النوع المناسب لنا من الحركة يوجد العديد من الحركات هنا سوف اقوم باختيار هذه الحركة ثم سوف اقوم بتبطيئها بهذا الشكل ونقوم بالضغط على علامة صحنا ثم نقوم بالسحب النص الى الاسفل بهذا الشكل اذا اردت تكبيره قم بتكبيره بهذا الشكل واذا اردت اضافة اي شيء اخر قم باضافته فلك انت رأيك قم بربما سوف تبدع في هذا العامر فهذا فقط مجرد فكرة كيف يمكنك التعديل على الفيديو اذا اردت التعديل بشكل احترافي قم بالتعديل بشكل احترافي فانا ليس ندي وقت ان اشرح لكم تلك الاشياء باحترافية قم بانت بالتفكير جيدان وحاول ان تضع اشياء جميلة حتى تعطي لمس رائع للفيديو كلما شاهد اي شخص شاهد الفيديو سوف يضع لك لايك ويشارك في القناة عندما سوف تقوم باضافة هذه الاشياء قم باستحب نص الى نهاية الفيديو حتى يلائمه بشكل جيد بهذا الشكل ثم قم بتصدير الفيديو الخاص بك كل تطبيق يختلف من تطبيق الى اخر في عملية التصدير مثلا هنا طريقة التصدير هنا في العالم نقوم باختيار اخر جودة 1080 ثم قم باختيار الفريماتش الفيديو الفريماتش هي كم من صورة سوف تظهر في التانية 30 فريم في التانية يعني سوف تظهر 30 صورة في التانية او 60 سوف اقوم باختيار 30 واضغط على هذا السهم سوف يتم حفظ الفيديو في الهاتف الخاص بك اذا قمت بتصدير الفيديو سوف يتم اقاف تشجيل الشاشة ولن يتم حفظ الفيديو لذا لن اقوم بتصدير الفيديو في الهاتف الخاص بك فقط اضغط على هذا السهم هنا في العالم سوف يتم تصدير الفيديو أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله